لاقت زيارة محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر الخليل إلى قضاء الدجيل ترحابا واسعا خصوصا مع إشادته بدور الأهالي في حفظ السلم الأهلي واحتضانهم لإخوتهم النازحين من بطش داعش الإرهابية تفاصيل أكثر مع الزميل فاضل الأنصاري ضمن البرنامج الإصلاحي الذي أطلقته الحكومة المركزية وبالتعاون مع حكومات المحافظات زار محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر قضاء الدجيلة وتم خلال هذه الزيارة عقد اجتماعا موسعا مع شيوخ وجهاء القضاء لمناقشة الواقع الخدمي والتأكيد على أهمية توفير الخدمات الأساسية وتقديم الأفضل لأبناء القضاء هذا اليوم المبارك عقد مجلس شيوخ عشر دجيل جلسة استثنائية بحضور محافظ صلاح الدين وذلك لمناقشة مطالب المتظاهرين وأبناء الدجيل حيث ارتأت إدارة الدجيل والشيوخ العشائر ورأساء القوم أن تكون كلمتهم ومظاهرتهم مكتوبة حتى تثمر وتحصل على ثمارها من خلال الجواب الرسمي من الحكومة المركزية أو المحلية وعدنا محافظ صلاح الدين خيرا وقال أن الدجيل هي مدينتي لكن إن شاء الله سيكون الفعل من خلال تنفيذ المطالب بإذن الله اليوم كان حضور متميز السيد محافظ صلاح الدين في قضاء الدجيل تأتي هذه الزيارة استجابة لمطالب شيوخ وجهاء قضاء الدجيل وأكد السيد المحافظ أن قضاء الدجيل من الأغضية المظلومة في محافظة صلاح الدين ولديها استحقاقات كثيرة وأكيد وعد أهالي وشيوخ ووجهاء قضاء الدجيل بأنه سيكون أول ملبين لمطالبهم المشروعة وكذلك تسلم المطالب المشروعة لأهالي قضاء الدجيل ونامل منهم خيرا بأن تكون الدجيل نصب عينه باعتبار أن مدينة الدجيل تعاني الكثير وأيضا الرجل هو أكد أنه مطلع تماما على وضع مدينة الدجيل منذ تسنمه منصب المحافظ بالتالي اليوم أهالي الدجيل علقوا أعمالهم على السيد المحافظ لتلبية مطالبهم الزيارة لاقت ترحيبا واسعا من قبل أهالي القضاء لما تحمله هذه الزيارة في جعبتها من مقترحات ستلقي بظلالها على تحسين الواقع الخدمي بعد جلوس الحكومة المحلية وشيوخ العشائر على طاولة واحدة لوضع خارطة طريق للارتقاء وتحسين الواقع الخدمي بقضاء الدجيل ونواحيه ترفنا اليوم بحضور السيد محافظ صلاح الدين إلى قضاء الدجيل في مجلس عشائر الدجيل وقمنا كمجتمع مدني وكوجهاء في القضاء بتقديم الطلبات التي تخص الدجيل هذا الدجيل القضاء المظلوم منذ 2003 والحد الآن يوم بعد يوم الظلم ماله يعني شو المتراكم صار وإذا بقى هذا الظلم فسيكون صوت الدجيل عالي لأنه كان صوتنا في الدفاع عن صلاح الدين هذا عالي كان كنا نصدد جدار الأول عن العراق كلما بترى الدجيل نستها الدجيل تفتخر بأنه القضاء الوحيد الذي يخلو من الطائفية الدجيل القضاء الوحيد الذي يحتضن أبناء المهجرين الدجيل الوحيد الذي مات لديه مشاكل بكل هذا زيارتنا جاءت لتذويب جميع المشاكل التي تقف عائقا أمام تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الخدمية لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري قضاء دجيل